في سنة 1875 وتحديدا في فرنسا قامت سيدة اسمها لويز بحبس بنتها في قبو المنزل لمدة 25 سنة متواصل الغريب ان الاب هو كمان كان عارف الموضوع ده ومأيده وراحوا هما الاتنين لإسم الشرطة عملوا بلاغ باختفاء بنتهم المفاجئ وكانوا يعني رسمين ضر الحزن والزعل عليها الشرطة فضلت تدور في كل مكان الشوارع المستشفيات وحتى كمان استادوا عدد كبير جدا من المجرمين المفرج عنهم لكن كل التحريات دي كانت من غير اي فايدة وفي النهاية ما حدش قدر ابدا يوصل لمكان البنت السبب اللي خلى الاب والام يحبسوا بنتهم هي قصة حب ما بينها وما بين محام جرهم اتقدم لزواجها اكتر من مرة ودايما كان بيترفض وده طبعا لان الاسرة شايفة ان المحام ده اقل منهم ماديا واجتماعيا وانهم يعني من عيلة غنية كلها مناصب عالية ومرموقة في الدولة المهم البنت كانت متمسكة بيه بشدة ورفضة الزواج من اي عريس تاني يتقدم لها وده السبب الرئيس اللي خلى اهلها يحبسوها خمسة وعشرين سنة متواصل في قبو المنزل من وقت للتاني كان بيتغير تقم الخدم في البيت وفي مرة الجناين سمع صوت صراخ بالليل طالع من ناحية القبو لكنه خاف يقرب منه وافتكر ان الصراخ دوت مصدره الاشباح وفي مرة تانية ستة عجوزة كانت بتنضى في البيت وسمعت صوت خبط كده جاي من ناحية باب القبو ولما راحت تفتح الباب وتشوف مصدر الصوت كانت ظهرت فجأة الام وطلبت من الخادمة انها تشوف شغلها وملهاش اي دعوة باي حاجة تحصل في البيت ده نهائي والمواقف دي تقررت مع ناس كتير جدا من العمال او الخدم لكن مفيش ولا مرة حد فيهم قدر يوصل للحقيقة نسيت اقولك ان البنت دي اسمها بلانشمونية ولما تحبست في الغرفة كان عمرها ستة وعشرين سنة وفيما بعد لما الشرطة اكتشفت الامر بتاعها وخرجوها من القبو كان عمرها وصل واحد وخمسين سنة واخلال الفترة دي امها هي الوحيدة اللي كانت بتودلها الاكل من غير ما اي حد يشوفها ابدا وطبعا بسبب عدم تعرضها للشمس كل السنين اللي فاتت دي وعدم النظافة كانت تتصابت بمجموعة كبيرة من الامراض وطبعا الشرطة كانت عرفت مكانها من خلال رسالة بعتها شخص مجهول الهوية للمدعي العام بيحكي في الرسالة دي كل الاحداث اللي فاتت وساعتها تم تحويل بلانشمونية للمستشفى بسرعة علشان خطر يعني يعالجوها لكن للأسف كانت تتصابت بخلل في الدماغ او خلل عقل يعني او جنان وتم حجزها بعد كده في المصحة وتم تحويل كل الاسرة بما فيهم اخوتها للمحاكمة السريعة لانهم طبعا كانوا عارفين كل الاحداث دي ومتسطرين يعني على الموضوع لكن للأسف السيدة لويز اللي هي الام يعني كانت تتوفت قبل ما تدخل السجن على طول وتنول العقاب بتاعها وبكده تكون القصة انتهت لو عجبتك ما تنساش اللايك والشير والاشتراك واهم حاجة رأيك في التعليقات سلام اشتركوا في القناة